محمد الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رب الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى لفعنا الله بعضوه وعضوه من الشيخنا في الزرعين آمين آمين سمعلم أن التصرف له خاصة الاستقامة والسكون عن الخلق الاستقامة قال السادة النقشبندية الاستقامة أعظم كرامة كلنا نقول أن الكرامة أمر خارق للعادة كأن المستقيم خارق لمين خارق للعادة كأن المستقيم خارق لمين للعادة سبحان الله هذا المستقيم خارق للعادة ليه كأن الناس في خراب فإذا استقام الإنسان على الكتاب والسنة وجعل هواه موافق لهوى المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنه يقول صعب لأن الالتزام صعب النفس تحب عدم الالتزام الاستقامة أكبر كرامة أعظم كرامة قال الله لرسوله إيها فاستقم كما وقال مولانا الإمام الشفعي رضي الله عنه وأرضاه أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك والمستقيم شغل نفسه بالحق ولم يشغلها بالباطل قولي أبني هنا صفحة كام هنا فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي وعاملهم بالحلم أنا ليس عندي مشكلة بين صوفي بين زاهد بين عابد يهمني ماذا يفعل ما معنى الحلم أن تأمن تأمن ماذا أن تأمن على العقاب الآن وغدا قولي أبني الحلم أن تأمن العقاب الآن وغدا الصبر أو الصبور هو من تأمن عقابه الآن ولا تأمنه غدا والاستقامة أن يفتي حجز نفسه لنفسه شوف حفظ نفسه لنفسه إن تحفظ نفسك في الدنيا عن المحرمات تحفظ جسدك عن النار يوم القيامة فهمت إن تحمي نفسك الآن من الوقوع في المحرم ستحمي نفسك يوم القيامة عن أن تقع في الحرم وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرعان يعني إيه أنا عندي هوى في نفسي وأنت عندك هوى في نفسك الشيخ يريد أن يأتي في الصباح الباكر عشان الشيخ مش فاضي هذا هوا وأنت تريد أن تنام وتأتي متأخر هذا هواك كيف نكتمع بأن أنا أعاملك بمعاملتك التي تحب طب وأنت تعاملني بالمعاملة التي أنا أحبها هنا كل يرضي الآخر عامل الناس كما تحب أن يعاملوك ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء أحدها محافظة أمر الشرع وسانيها أمر الشرع ما هو أمر الشرع الفقه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وثانيها أرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى إن لم ترضى بالقضاء فأنت معترض على الله كيف يكتمع الاعتراض والإيمان في قلب مؤمن ومن هنا إذا عرفت أنك عبد فاعلم أنه لا إرادة لك وإذا عرفت أنك عبد فاعلم أنه لا حول لك وإذا عرفت أنك عبد اعلم أنك ملك لسيدك وسيدك هو الله فعندما أرشدك إلى الحق أرشدك للخير وعندما نهاك عن الشر نهاك عن عن القبح ونهاك عن السوء فالمصلحة كامنة فيما أوجب الشرع والمفسدة كامنة فيما نهى الشرع وثالثها ترك رضاء نفسك بطلب رضاء الله تعالى لإياهما أولى بالرضاء أن ترضي نفسك أو ترضي ربك إن ترضي نفسك ممكن تخالف الشرع إن ترضي ربك مئة في المئة توافق الشرع طيب من أنت حتى لا ترضى بقسمة الله انظر لمن دونك تستريح سترضى يعني أنا ليس عندي سيارة لكن عندي جزمة حزاء أنا ليس عندي جزمة لكن عندي صحة أمشي أنا مريد لا أمشي لكن عندي لسانة تكلم انظر إلى نعمة الله عليك تستريح أنا أريد الآن أنا صراحة أريد أن أشتري بيت ويكون ساحة للشيخ هشام كامل والشيخ هشام عنده ساحة كبيرة ويأتي الطلاب وأحضرون الطلاب والشيخ يغضب عن الطلاب ثم يطرد الطلاب أنا أريد كده طيب ليس عندي ساحة أنا سأبكي لماذا غيري عندهم ساحة وأنا ليس عندي ساحة يا مولانا هم عندهم ساحة واحدة أنت عندك مليون ساحة كل ساحات المسلمين ملك ليا أذهب أي ساحة لا أحد يعترض هنا أستريح مولانا نعم الحمد لله أنت تذهب وتعطي درس غيرك لا يجد مكان يغطي درس مولانا نعم غيرك لا يعرف يتكلم أنت على الأقل تتكلم مولانا 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 أ police الحمد لله لمولانا صار يعدد النعم التي أنعمها الله عليه لما لو مولانا ينظل النعم التي ليست عنده وعند غيره يصاب مولانا بالأس لماذا مولانا ليس Arm يا أخي الحمد لله لماذا مولانا ليس عنده شقة كبيرة يا أخي الحمد لله لماذا مولانا لا يتكلم فرنساوي يا أخي الحمد لله لماذا مولانا هو اللون ليس أبيض يا أخي الحمد لله لماذا مولانا ليس كبير ولا بديني يا أخي الحمد لله إذا عددت النعم التي فيك تستلح وإذا نظرت إلى نعم غيرك تتعب ومن هنا قال أهل الله ما أفلح ملتفت أنا أنظر إلى زوجة هذا الرجل جميلة لماذا أنا لا أتزوج زوجة هذا الرجل يا أخي التقلة هذا البيت فلان ده جميل أوي لماذا لا ليس عندي بيت يا أخي التقلة ستتحول إلى حاقد وإلى عاسد وإلى كهره ولن تشعر بالنعمة التي في يدك ومن هنا ارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس جاء وزير من الفرس إلى عمر في المدينة فوجد عمر ناهم وضع حزاءه تحت رأسه وينام في التراب هو ينظر إلى كسرى فوق رأس كسرى خمسة كيلو ذهب تاك كسرى خمسة كيلو ذهب كان لا يستطيع أن يحملها ثقيلة فكان يربطون حبل من فوق إلى التق كأن الحبل هكذا فإذا جاء كسرى يجلس فيوضع التق فوق رأسه ولكن في حبل يمشي فوق فكأن كسرى يرتدي تق بدون أن يكون التق على رأسه بقوة خمسة كيلو يعني كثير سبحان الله كسرى أين يسكن؟ يسكن في قصر أين يسكن؟ في رخام، في بلاط، في ذهب، في جوار جميلات، في شهوات، في طعام لكن الرجل رأى عمر في راحة وفي سعادة جعلته ينام على التراب لا يخشى شيئا من أحد فقال حكمت فعادلت فنمت شوف المقدمة جعلوك حاكم فحكمت بالعكل فاسترحت فاستوى عندك أن تنام في قصر أو أن تنام على التراب شوف كأنه يقارب بين سعادة عمر وسعادة كسرى ففاز عمر حكمت فعادلت فنمت هذه القضية ممكن إنسان يكون عنده مكتبة ألف كتاب لكنه لا يقرأ ممكن يكون واحد عنده جرنال يقرأه مرة اثنين ثلاثة يستفيد في ناس عندها لحم ودقاق لكن ممنوع من الطبيب في واحد يأكل فول وغير ممنوع من الطبيب ومن هنا كل إنسان في نعمة بس العاقل الرشيد هو الذي يقف على نعم الله عنده ولا ينظر إلى نعم الله التي أعطاها للغير فما أفلح ملتفد من لم يرضى بقضائي صلت عليه الدنيا فجعلته يرى عيوبه في المرأة ولن أغير من حاله شيئا خلاص يرموا لنا فهمتم قول يا سيد بطاطس وسألتني عن التوكل وهو أن تستحكم أعتقادك بالله تعالى فيما وعد التوكل التوكل هو الاعتماد على الله فلا حول لك ولا قوة ولكن مع الأخذ بالأسباب الله يرزق ولا لا يرزق بس طلب منك أن تدب وما من دابة في الأرض إلا على الله فأنت تمشي والله يرسل الرزق لكن ما رأيك في من ينام في البيت ويقول والله إذا أراد الله رزقي سيأتيني قد يأتيني المشكلة قد يأتي الرزق وأنت نائم في البيت لكن أنت لم تأخذ بالأسباب هذا اسمه التوكل ما هو التوكل لاعتماد على الله من غير الأخذ بالأسباب ما هو التوكل لاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشكلة المشكلة كلب تحت عربية في الحر تحت العربية في ماء يجلس في الماء ومبسوط تكييف ليس بعده تكييف الموضوع الموضوع أن الكلب يعلم أن الله يرزقه فلم يشغل باله بالرزق لكن الكلب يسعى حتى يأتي بطعانه الرزق مضمون هل رأيت كلب عندما ينجب يهتم بأولاده كما يهتم الإنسان أنا أفكر في أحفادي في صورة ستفعل في مصر سنة 3000 سنة 3000 ستأتي صورة في مصر سبحان الله أحفاد أحفاد أحفادي ممكن يموت في الصورة ممكن أنا حزين حزين على 3000 سنة أنا أعمل عمل الله ما دمت تعمل عمل الله تغرم لا يمولنا دبر ألا تدبر فكر ألا تفكر ألا تفكر فين؟ ألا تفكر في عمل الله أنا مهمور بالأسباب وغير مهمور بالنتائج الله أمرني أن أتي إلى هنا وأعطي درس لكن أنا لا أكلف نفسي جهدا أنكم جميعا تكونوا سعداء بالدرس أنا أحاول فقط لكن السعادة من الله أنا أحاول أن أقول معلومة لكن الفهم على الله لكني أنا سبب فهمتم؟ الله إن أراد أن يجعلكم تفهمون تفهمون الله أراد أن يجعلكم لا تفهمون لا تفهمون لكن فين الأخذ بالأسباب؟ الشيخ يتكلم الشيخ يرمي لكن وما رميت إذ رميت ولكن الله الرسول كان يرمي طراب الكفار يموتون الطراب لا يقتل الذي يقتل الله لكن فين السبب؟ السبب أن الرسول يرمي طراب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي لكن أنت تكلم وترك يا إبراهيم إنما عليك البلاء أبدا إنما عليك النداء وعلينا البلاء إبراهيم كان يؤذن في الناس بالحق لكن من الذي بلد الله وكل من يذهب إلى الحق الآن نطفته سمعت نداء إبراهيم فمن قالت لبيك هي التي تذهب ومن لم تلبي نداء إبراهيم لم تذهب قد تجد ناس يسكنون في مكة ولم يذهبوا إلى الحق وتجد ناس يسكنون في جهنم ويذهبون إلى الحق من لبى نداء إبراهيم الأخذ بالإذن وترك النتائج على من قولي أبني يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك سيصل إليك لا محالة وإن اجتهد كل من في العالم على صفه أنك وما لم يكتب لك لن يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم قال مولانا ابن عطاء كلام جميل قال اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انتماص البصيرة فيك قلبك لا يرى يعني أنا الآن هو أسعى وراء المال والمال مضمون وأقصر في العبادة والعبادة مطلوبة فإذا كان هذا حالي اعلم أن قلبي أعمى لا يرى ده ليس كلامي ده كلام مين ابن عطاء الذي انتقل رحمة الله سنة سبعمية وتسعة كان ابن تيمية إذا رأاه قال له مرحبا بولي الله شوف العلم أهل العلم يعرفون بعض مكرر اجتهادك سعيك في ماذا في المضمون الرزق مضمون الشيخ ماذا فعل حتى يشرب شيء لا شيء الشيخ لم يفعل شيء حتى يشرب شاي وياكل موز وياكل 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 لم يفعل شيء هذا رزق مضمون ولا غير مضمون مضمون لكن الشيخ لا يصلي آه قصرت فيما طلب منك الشيخ لا يصوم قصرت فيما طلب منك إذن إذا رأيت نفسك تكتهد في المضمون وتقصر في المطلوب وهو العبادة اعلم أن قلبك لا يرى هذا معنى كلام اللي احنا بنقرأ دلوقتي شوف كلام اللي يلخصون في الحكم ازاي اجتهادك فيما طلب منك وتقصيرك فيما ضمن لك دليل على انتماص البصيرة فيك قولي فسألتني عن الإخلاص وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى قلت وأكرم ما الفرق بين الإخلاص وهو دواء وبين الرياء وهو داء الإخلاص لكن هذا نيته الله وهذا نيته الناس من كانت نيته الله جاء يوم القيامة يسعد أما من كان نيته الناس يا رب لقد بنيت لك بيتا في الجنة وأنت وعدت أن من بنى لك بيتا في الجنة بنيت له بيتا في الأرض تبني له قصرا في الجنة قال أنت بنيت المسجد حتى يقول لله ولا حتى يقول أن فلان من المحسنين لا تكذب قال سألت بنيته حتى يقول أنني من المحسنين فيقول الله لك وقد قال الناس أنك محسن طلبت الأجر من الناس فجاءك الأجر من الناس زعلان لي طيب يعني لا يوجد سواب يا رب لا يوجد سواب لأنك مرتاه والرياء يحبط العمل ما هو الرياء أن تعمل العمل للناس ما هو الإخلاص أن تعمل العمل لله ما الفرق بين الرياء والإخلاص شعره لله ولا للناس لله إخلاص للناس رياء وَلَا يَرْطَحُ قَلْبُكَ لَمَرْحَامِلِ الْنَّاسِ وَلَا تُبَالِ بِمَزَمَّتِهِمْ لا يوجد علامة على أنك جيد كيف أدعرف أنك جيد إذا استوى مدح الناس وذمهم لك فضل أنت تفرح بمدح الناس نعم أنت تغضب بذم الناس نعم أنت مولانا لا تستحق أن تكون مولانا فهمتم ابني إذا استوى المدح والذم عندك اعلم أنك رباني من الذي مدحك عبد من الذي ذمك عبد أنت تعمل للعبد ولا لله فإن كنت تعمل للعبد فلا تستحق وإن كنت تعمل لله المهم عندك أن الله هو الذي يمدحك ليت الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب ليت الذي بيني وبينك بين الله عامل وبيني وبين العالمين خراب أنت تريد من أنت تريد المدير ولا تريد العمال يرضون عنك أنا أريد المدير ما فائدة أن العمال سعيد بالشيخ والمدير غضبان على الشيخ لكن لو العمال غضبانة والمدير راضي عن الشيخ الشيخ يربح ومن هنا ليس لك علاقة بالخلق اشغل نفسك بالخلق والمجغول لا يشغل وعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق يعني يعني الرياء يتولد من تعظيم الخلق أنت تريد أن الناس تقول نعم أنت تخاف أن الناس تزمك نعم أنت تعلم أن الناس عندما تغضب عليك تصحس المشاكل نعم أنت ترى الناس 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 هذا دليل على أن الناس لهم عندك منزلة أعلى من منزلة الله في قلبك لماذا أنت لا تخاف من الله من ذلك أنت لا تخاف من الله أنت تخاف من 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 الناس رجل يزني يزني فهذا الرجل يريد أن يزني ماذا يفعل يبحث في الشمقة في أحد لا يوجد هل يرى أحد المرأة وهي تدخل لا يوجد في كاميرات تصوره لا يوجد هو يؤمن نفسه من 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 الناس لا يراها أحد لا يرى أحد لا يصورها أحد لا يصوره أحد لا يزعبه أحد أحد من 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 الخلق طيب أين من يراك غير الناس الله ليس في رأسه ومن هنا لا يزني الزاني وهو إن ما معنى وهو مؤمن أي ليس في قلبه الله فلو كان يرى الله ما ارتكب الزنا ومن هنا أعبد الله كأنك هذه المراقبة هي التي تحميك في الدنيا وتحميك من ناري يوم القيامة قل يا بني وعلى جره أن تراه أن تراه المسخورين تحت القدرة علاج مين علاج الرياء يعني إيه يعني إذا شاء الله أن الناس ترضى عني سترضى وإذا شاء الله أن الناس تغضب ستغضب إلهي إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي إلهي إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي إن أنت يا رب لا تغضب علي فليغضب من يغضب وليفرح من يفرح نحن لا نتعامل إلا مع من مع الله ما معنى كالجمادات كأن الإنسان غير موجود أنت تتعامل مع الله ولا مع الإنسان مع الله خلاص اترك العبد من تعامل مع الله الله أرغم العبد أن يعاملها من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء أقول لهم والمشقة لتخلص من مراءاتهم وماذا تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الضيان حاضر يعني قرد الناس من الحول والقوة لكن إذا اعتبرت أن الناس لهم عندك أثر اعلم أن في قلبك منهم شيء هذا الشيء اسمه الرياء قالوا بإرادة الله لا يتكلم إلا بقدرة الله ولا يفعل شيء إلا كما يريد الله هذا هو العبد الرباني من إذا رأيته تذكرت الله الذي تبرأ من حوله وعوده أيها الولد والباقي من مسائلك بعضها مسبور في المصنفات الإحياء لكن الشيخ يذكره فقط لو قرأ الإحياء لا عرف كل شيء لماذا يا مولانا نتعلم العلم الإجابة حتى نعبد الله فالعلم المجرد معنى المجرد يعني المجرد عن العمل لا فائدة منه بل هو وبال على صاحبه يوم القيامة العالم يحاسب كم مرتين مرة لأنه يعلم ومرة لأنه لا يعمل فما فائدة العلم فائدة العلم أن تعمل ما هو بداية الطريق إلى الله الطاعة نهاية الطريق إلى الله الطاعة هذا الكلام كله في إحياء علمتين خلاصة كتاب الإحياء بداية الهداية بداية الهداية قولي أبني فاطلبه ثمة وكتابة بعضها حرام فاطلبه ثمة ثمة يعني هناك وكتابة بعضها حرام اعمل أنت بما تعلم ينكشف لك ما لم تعلم الآية قالت كده وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ طب الحديث قال حد فاكر من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم إذ أوتقوا الله النتيجة ويعلمكم الله طب التانية من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم أيوة يعني أنت تعلمتها أربيعين سنة وأنا بخاطب عيد صغير أيوة أنا بخاطب مين بخاطب واحد أربيعين سنة بيتعلم الشيخ بس بفهمك أني أنا بديه لك إشارات بديه لك إيه مولانا إشارات علشان كده هو قام بيواجب الوقت السؤال ده أنا جاوبته كتير هحاول أقوله باختصار فاهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم أورثه وهم علم ما لم يعلم نعم سيئة دين اللي هو الفتحة الفتحة مولانا سوفيان السوري سألوا سؤال قالوا كيف كل يكون قالت سوفيان 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 ونحن لا نراك يعني مكتهد في العبادة تقوم من الليل كثيرا كفلان وفلان قال إن هذا الأمر ليس بهذا هذا الأمر بالتقوى ما الذي شاهر سوفيان السوري وصار شيخ من مشايخ الكبار التقوى قد تجد شيخ ليس عالم كثير لكن طلب تحبه ناس تحبه كثير يحضرونه لماذا الطلبة تحضر لهذا ولا يحضرون لهذا وهذا أعلم من هذا أو واتقوا الله ويعلمكم الله تقوى تجعل تقوى تجذب خلاص قول يا ابني الحال مع الله لازم كل واحد يكون له حال مع الله حالك مع الله رزقك حالك مع الله رزقك طلابك رزقك كتبك رزقك مؤلفاتك رزقك سعيك رزقك كل هذا متوقف على التقوى أيها الولد بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان الجنان القلب شفت يا ابننا شفت شوف بيعدبه كذلك تعرفها لا تسألني بلسانك اجعل قلبك هو الذي يسأل اجعل ايها قلبك لأن قلبك سيجيد أين يما ما الذي يسكن في القلب خوف من الله طقوى أشرف ما في الإنسان القلب واللسان قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وقبل نصيحة الخبر عليه السلام حين قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى يعني عايز يصبر ويتحمل وما لم تفهمه الآن تفهمه في الغد فلا تستعجل حتى تبلغ أوانه حتى تبلغ أو أن يكسب لك أو أن يكسب لك وتراه كما كنا العلم سلاسة أشبار من بلغ الأول تكبر ومن بلغ الثاني علم أنه تواضع ومن بلغ الثالث علم أنه لم يعلم إيها أي معنى الكلام الجاهل دائما يأخذ الأمر على ظاهره العاقل بحسب خبرته أنا لا أفهم إلا في النح فعندما فعندما تأتي آية أنا أعرف واحد يفهم في النحو الصرف فيفهمها من زاوية النحو والصرف وحد يفهمها في البلاغة يفهمها من زاوية النحو والصرف والبلاغة وكلما ازداد الإنسان علما كلما تكشفت له حقائق الأمور تكشفت له حقائق الأمور ومن هنا مولانا العلم يحتاج إلى صبر العلم الآن يحتاج إلى فكرة العلم يحتاج إلى معارف العلم يحتاج إلى بداية للطريق كما قلت لك من استعقل شيئا قبل لأوانة عقب بحرمانه لا تتصدر قبل أن تتسلح لكن لا تجلس العمر كله تتسلح قالوا من قرأ ثلاثة كتب في علم واحد صار من أهل التخصص فما بالك لو قرأها على شيخ يكون أمر جميل الكتب يشرح بعضها بعضا الكتب تمهيد لما بعد شوف لو قرأت أيها الولد بداية الهداية ستقرأه بسهولة لو قرأت بداية الهداية ستقرأ منهاج العابدين بسهولة لو قرأت منهاج العابدين ستقرأ الإحياء بسهولة لو بدأت من الإحياء صعب أنتم أهل خبرة يعني أنتم الحمد لله شفعية أول كتاب تقرأه تقرأ الأم على طول يعني عشان نأتي من الآخر نعلم أن طلاب ماليسيا دائما يقرؤون الأم أول كتاب يقرأه وآخر كتاب حتى لا يضيع الوقت هذا ضلال مبين لكن عادي ضلال ماليسي في ضلال عربي في ضلال أندونيسي لكن ده ضلال ماليسي لا مولانا ليس الأم في ترك قبل الأم عشر كتب خمس كتب سبع كتب من قرأ ثلاثة كتب في علم معين صار من أهل التخصص خاصة لو قرأها مع مين مع شيخ ليه لأن الشيخ يقرأ ويلخص ثم يعلم قولي سيدي ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه يكشف لك وترى سأريكم آياتي فلا تستعجل شوف هذا العنب نضك لذلك طعم مجيد لكن لو أنا آخذه قبل موعده سأجده مرا أدي من استعجل شيئا قبل أوانه وانقب بماذا الحياة تحتاج إلى مزيد من الصبر فلو تصبر ستأكل أما إذا تعجلت هرمت فلا تسألني قبل الوقت وتيقف أنك لا تسل إلا بالسير إلا بالسير بقوله تعالى أولم يسير في الأرض فينظر هو هنا في بلاغة يشبه الوصول الطريق إلى الله بأنه طريق يسلكه السالك الشارع الأول الإخلاص الشارع الثاني التقوى الرابع العلم الخامس العمل السابع الصلاة كأنه طريق مقامات كما يقول المقام مقام مقام في النهاية تصل إلى الله كيف أصل إلى الله عندما تكون من أولياء الله هل الولاية صعبة لو كان الطريق إلى الولاية صعب ما جعل الله الولاية اكتساب الصعب النبوة لأن النبوة هي استفاء أما الرسالة اكتساب ما معنى اكتساب اكتساب يعني ستحصل إليها بالجد والتعب مدام الله فتح لك الطريق اعلم أنه سيوفي حق لو الله لا يريد لي أن أشرح لم آتي اليوم لو الله لا يريد لي أن أكل هذا الطعام ما جاءني إلى هنا لو الله لا يريد لي أن أفعل شيء لم ييسره لي مدام الله يسره لك خلاص فهمت الله إن يسر علامة على القول دي علامات الأمر السهل الميسر التيسير لكن اللي عيد فيه مشاكل وخلاص نعمل إيه؟ في بعض الطلاب يريدوني أذهب إلى محاضرة قالوا مولانا فاضي إمتى؟ قلت لأحد شوية مولانا معلش الأحد يتعارض مع الطلاب فلان فلاني طيب الخميس مولانا معلش الخميس يتعارضون مع فلان فلاني قلت لهم خلاص دعوني وفكر فأنا فاضي يوم يوم الأحد فذهبت إلى بعض الطلاب في تركيا قالوا مولانا نريدك تأتي قلت آجي يوم الأحد فقلت لهؤلاء الناس السابقين أنا مش فاضي غير الخميس قالوا مولانا طب نريد يوم غير الخميس فاتصل بي طلاب آخرين قالوا مولانا نريدك تعطي دروس في الفرائد هنا في الحي السابق في الحي التامن كده كل ما أرفض وينشغل يوم الخميس يعود مرة أخرى ويفضع أول مرة قلنا نذهب إلى تركيا ثاني مرة قلنا نذهب إلى الطلاب المقطم وهذا يعتزر بعدما يوافق وهذا يعتزر بعدما يوافق ثم يأتي أصحاب الدورة للفرائد ويقولون رجاء تأتينا الخميس فكأن الله يقول كلما نهرب منهم نعود إليهم ده اسمه إيه؟ يسير فإذا وجدت الباب مغلق في أمر والباب مفتوح في أمر امشي فهمت دايما إذا الباب مفتوح خلاص ومن أجمل الأدعية يا فتاح من غير مفتاح كان شيخي دايما يقول كده قول يا فتاح من غير مفتاح تجد الأبواب المغلقة مفتوحة يا فتاح يفتح الله يفتح لكن من غيرها من غير كي أيها الولد بالله انت سرطر الأجائب بكل منزل وابذل روحك فإن رأس هذا الأمر بدل روح إيه رأس هذا الأمر الأخلاق الأخلاق إيه الأخلاق مجموعة التصرفات الصادرة على الإنسان كما قال زنون المصري من أكابر الأولياء زنون المصري من أكابر الأولياء قيل أنه من القرن الثاني الحجري لأحد من الثاني الحجري وقالوا أنه كان يسكن في جنوب مصر إن قدرت على بل الروح فتعالى وإلا فلا تشتغل بترحاد السوفية كن دائما مع الشرع ولا تخالف الشرع أحيانا إبليس يزين على العابد أمورا ليس لها فائدة ومن هنا إذا أردت أن تنقو من الدنيا فتمسك بالشرع سئل مولانا الجنيد من علماء القرن الثالث الهجري ما التصوف قال كل خلق سني ما هو التصوف قال هو ما وافق الكتاب والسنة التصوف ليس أمر خارج عن الدين لكن قد أنا أفعل أمور تخرج عن الدين أنت مسلم نعم الرسول ألم يقول أن المسلم لا يجذب لا يجذب لكن أنا أجذب مسلم عاصي بعض الناس يقولون صوفي أفعلون صوفي أفعلون نحن نتكلم عن صفاء القلب نتكلم عن علاقة مع الله لا يضرني هذا يقول صوفي والسلف يقول زاهد لا يضرني صوفي ولا زاهد أنا يهمني ماذا يفعل الصوفي يفعلون المسلمون يفعلون السلفية يفعلون المؤمنين يفعلون كفار يفعلون كل يفعل نحن نحكم على العمل ليس لنا بالشخص لا مشاهدة في الألفاظ لا مشاهدة فيه أيها الولد إني أنصفك بثمانية أشياء اقبلها مني لألا يكون علمك قصبك يوم القيامة تعمل منها أربعة وتدعو منها أربعة هذا آخر الكتاب صفحة كاملة والسمن أمور هي خلاصة الكتاب وهي أجمل ما في الكتاب لذلك رجاء تحفظها وتخرجها لتكتبها فهي خبرت شيخ كبير مشهود له بالعلم يسأل أحد طلابه بعد مدة استمرت تلاتين سنة دراسة ثم يسأله ماذا استفدت مني فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ومن هنا لن تنجح في حياتك إلا إذا قمت ببنائها على تجارب السابقين اليوم في علم منتجر اسمه علم التنمية البشرية تعرفون لا تعرفون تنمية البشرية لماذا كذا تسمعون عن دكتور إبراهيم الفقه رحمه ومأكدوك القوة النفسية وكيف تنجح كيف تكسب الأصدقاء لا تعرفون خلاص كويس هم قالوا أن كل إنسان له طاقة كيف نخرج هذه الطاقة كل إنسان منا عنده نعم كيف نشعره بالنعم لا يوجد إنسان فاشل يوجد إنسان كسلان إن تتعود على العمل تعمل وإن تتعود على الراحة تتعب لا يوجد إنسان جاهل هو الذي جعل نفسه جاهل لا يوجد إنسان موصوف بصفات سيئة هو الذي اكتسب هذه الصفات السيئة ومن هنا إن نقرأ هذه العلوم لا بد أن نستفيد من خبرات السابقين شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل غضبان زعلان شاء الله أن الرسول في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم ما الذي جعله يذهب إلى صلح الحديبية شوف شوف ما يقول الرسول ذهب إلى مكة لرؤية رآها في المنام ما هذه الرؤية رأى أنه يطوف بالكعبة سنة كام ستة من الهجرة فخرج مع ألف وخمسمائة رجل ماذا يريد يريد أن يفعل عمر ثم يستأذن فرفض وجاء سهيل بن عمر وحصل صلح الحديبية ما هو نعود ونأتي العام القادم الرسول يوافق لا يريد مشاكل فقال للصحابة لن نذهب إلى العمر في هذا العام اذبحوا الإبل وقصوا شعركم أو اعلقوا غروسكم فلم يستجب أحد رسول الزعلان رسول الغضبان فدخل إلى زوجته أم سلمة وهو يقول هلكوا لم يسمعوا كلام نبيهم شوف دور الزوجة تعطي نصيحة لسيد الخلق وسيد الخلق يستجب قالت قالت اخرج وابدأ بنفسك اخرج وابدأ به فإذا رآك الناس تفعل هذا فعله فخرج رسول صلى الله عليه وسلم وذبح الناق وحلق شعره ففعل الناس ايه الموضوع ايه الموضوع 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 أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل الخير وإن قالت بهم رأى وهو نبي لم يتكبر على النصيحة لم يتكبر على المشورة لأنها تؤدي إلى فعلها الخير هذه أدي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة القوية هذه أدي العلم القوي دائما ولانا ما يفعله الناس الآن تمن أسباب خلاص التلاتين سنة خذها العقاد قال كلامك الكبير أو تعرفون العقاد عباس العقاد لا تعرف عباس العقاد عباس العقاد أديب مصري عد ولد ألف تمنمية تسعة وتمانين قمت ألف تسعمية أربعة وستين صاحب عبداليق محمد هذا نقول عجيب والله كتب أنه عاش متين ألف سنة يا مولانا أنت عشت سبعين سنة كيف مدين ألف سنة قال كلما قرأت تاريخ أمة أضيف زمنها إلى زمني يعني أنا قرأت تاريخ الدولة الأموية مئة سنة إذن أنا عمري مئة واربعين سنة قرأت تاريخ الدولة العباسية ربعم سنة إذن أنا عمري خمسمية واربعين سنة قرأت الدولة العثمانية ربعم مئة عام إذن أنا عمري ألف سنة قرأت كلما يقرأ تاريخ أمة كلما يقول أنا عشت في هذه الأمة هذه خبرة حياة خبرة حياة الشيخ يقول للطالب لقد قرأت معي ثلاثين سنة بماذا خركت تذكرون عندما قرأنا أن الرجل قال قرأت أربعة آلاف رواية وتعلمت على يد كم شيخ ربعم مئة فخرقت بأربع أمور تتذكرون حد فاكر اعمل للدنيا بقدر بقاهك فيها واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها واعمل لمين قبل الله في حاجة واعمل لله بقدر احتياجك إليه واعمل للنار بقدر بقاءك فيها بقائك فيها كم تبقى في النار تحمل كم تبقى في الدنيا اعمل كم تبقى في الآخرة اعمل كم تحتاج إلى الله في كل شيء إذن خليك مع الله ألا كل ما خل الله باطل وكل الذي فوق التراب تراب يعني لا فائدة منهم كل الذي فوق التراب تراب ومن هنا شوف شوف خلاصة أربع ألاف حديث اعمل للدنيا بقدر بقاءك فيها وعمل للآخرة بقدر مقامك فيها وعمل لله بقدر احتياجك إلى الله وعمل للنار بقدر بقاءك كم تستطيع أن تتحمل فيها مستحيل لحظة إذن تخاف من النار في كل لحظة كان الرسول ينظر إلى السماع وكأنه ينظر إلى النار ويقول اتقو النار اتقو النار في الثالثة اتقو النار ولو بشق تمر ولو بشق ها اللهم صل أفضل صلات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى له وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلع الذكر لغوف 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 ترجمة نانسي قنقر